محاولة جديدة في باليرمو الإيطالية من أجل صياغة رؤية مشتركة لحل الصراع في ليبيا محاولة بدت كسابقاتها مهددة بالفشل قبل أن تبدأ غياب اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن أعمال اليوم الأول للمؤتمر كان ضمن أبرز معوقات مؤتمر باليرمو المنعقد بدعوة إيطالية لبحث سبل حل الصراع الليبي غياب فسره مراقبون بأن حفتر ربما يتهرب من أي محاولة لإلزامه بالتعاون مع حكومة الوفاق أو الحد من نشاطه العسكري في البلاد في المقابل فإن حكومة الوفاق الوطني أكدت أن مشاركة رئيسها السراج في باليرمو تأتي في إطار السعي نحو عملية انتخابية بقاعدة دستورية صحيحة وكذا نحو إنهاء المؤسسات الموازية وتوحيد الجيش والإصلاحات الاقتصادية والأمنية غير أن الأطراف المتصارعة على الأرض في ليبيا ليست وحدها المتسببة في الزرع المعوقات في طريق التسوية فبحسب محللين فإن التنافس المتزايد بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ في ليبيا يدفع باتجاه إطلاق مبادرات غير فعالة ويزيد الاستقطاب السياسي الليبي الأمر الذي يمكن تفسير مؤتمر باليرمو في سياقه بأنه ليس إلا محاولة إيطالية لخلق قوة موازية لاجتماع باريس الذي عقد نهاية آيار الماضي والذي تضمن تعهدا من قبل حفتر والسراج بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول المقبل قبل أن يظهر عدم إمكانية تطبيق ذلك النتائج المرتقبة لمؤتمر باليرمو فيما يرى المهتمون بالشأن الليبي لن تخرج عما حدده المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام حين أعلن عن تعديل خارطة الطريق الأممية المعلنة في أيلول من العام الماضي وتأجيل موعد الانتخابات إلى ربيع العام المقبل وعقد مؤتمر وطني جامع مطلع العام القادم لتتجدد الآمال في حل ينهي الصراع المتأزم جراء تضارب المصالح بين القوى الدولية والإقليمية ترجمة نانسي قنقر